كهرباء كهرباء لأن كهرباء هو تحول إلى موضوع على السوشيال ميديا أكتر منه من أي حاجة قضية سوشيال كهرباء عايز يلعب شي طبيعي في تصور فني دلوقتي في ضوء القائمة الموجودة مرحليا ممكن اللي اعتمد عليه مش هيبقى بالدرجة التي تشبع كهرباء كهرباء وتشبح اللي بيحبوا كهرباء ما فيه ناس عايزة تشوف كهرباء في الملعب كلنا عندنا لعبة مفضلة نحب نتفرج عليها هذا وضع طبيعي لكن دائما الإدارة مش ماشي بمزاج اللي زحلتنا اللي انتوا عايزين ايه مش بالجمهور مش بالجمهور ولا حتى مقربين يعني يا ما اتكلمنا وإحنا مقربين كان بتبصلنا بضحكة كده سخرة كابتن حاسن كان بقولك كابتن حاسن بتكلمش الكرة متكلمش في الفنيات يا عاجل قلتول لأي بقولك واحد سريع وطويل وهضر ايه الفنيات اللي هنا ده أنا بحكيلك هو أنا لما اجيلي واحد يتقدم لخطوبة حد وأقولك ده بيشتغل كذا وبيخط كذا وكانت قلتوله حاتكلم في الفنيات قاعد يضحك قلتوله ده النصف اللي هو كابتن بتتكلم في الفنيات ورغب كده أنا بديلك مواصفات لاعم أنا جاي بقول لك عشان يشد انتباه اللجنة وتبحث وراء وتكلف الناس فضحك بقى طبعا وقال طيب كان الكابتن صالح يقول لي يا أخويا أخويا أقول قولي هيا كهرباء لا كهرباء طبعا في حاجة العرض التركي في حاجة بس خلص صدقنا لسه سألنا الإجرائية المبدأ موجود والأطراف كلها يعني شايف أنه حل جزئي ستة شهر لدرجة كان يعني وطلعت الصورة دي وهو قاعد بمد وهو مهتم من يرجح عشان يطلع عارة ما هوش عنده غضادة الراجل في هذا الأمر بالعكس شايف أن الفرصة ربما تعيده إلى المشهد بشكل أكثر يعني يبقى أكثر قناعة للجميع فناتمنى برضو أن الموضوع ده يعني مش هنينفع نتكلم في كل دقيقة لكن الكلام المهم في موضوع الكهرباء للي بيحاولوا يستادوا في المية اللي معتقدين إن هي عكرة وما هيش عكرة شفت عملوا فيك إيه؟ شفت وكنت عندنا بنعمل إيه؟ يا جماعة قضية الكهرباء كلاعب مهم لعب مهوب لعب عنده قدرات هي قضية نظام قضية النظام الإداري الحاكم للنادي الأهلي المدير الفني صاحب قرار المدير الفني عنده اختياراته الجملة دي مهمة جدا أبراهي يعني أنت ما تيجي تقول كده كان عندي والراجل كان في جنة يعني هو فضل ناري الأهلي عن جنتك ما هي ناري الأهلي اللي هي إيه؟ السرامة والنظام الانضباط وكل واحد عارف طريق المدير الفني والقرار رسم الحدود إذا كان ده جهنم يبقى جهنم الأهلي قد يكون أفضل من جنة الآخرين اللي هي اعمل اللي أنت عايزه وأنا هعمل اللي أنا عايزه معك برضو وأخذ بالك ما بعمل إيه يعني المهم مش عايزين نخوض في الآخرين مقارنات لكن هي الفكرة كلها ما يتعلق بعلاقة كهرباء مع الأهلي وعلاقة كهرباء بمسؤول النادي وبقيادات النادي وبلجنة التخطيط وبالجهاز الفني علاقة فيها كل الاحترام والتأدير لكنها بتؤكد من جديد على حوكمة النظام في الأهلي حوكمة بمعنى أنه فيه أطر حاكمة محدش بيتجوازها المدير الفني صاحب القرار الأول والأخير ممكن يكون لجنة التخطيط لها رأيي في اللاعب ممكن يكون فيه ناس في النادي عندها رأيي أن الكهرباء لعيب كويس ولعيب كويس المفروض يلعب آه المفروض يلعب لكن مين اللي هيلاعبه؟ ممكن يكون عندها تسويهات تأتيه المدير الفني فالقرار قرار المدير الفني ترتيب الأولويات في المرحلة دي عند المدير الفني فبالتالي قرار المدير الفني أي أن كان هو مين؟ أنا قلت لكم قبل كده ريحه دماغكم نظام الحاكم للنادي يخلى الكابتن محمود الخطيب وهو عضو فاعل في لجنة الكرة معاه الكابتن طاري السليم عليها رحمة الله ومعاه الكابتن حسن الحمد ربنا يديه الصحة وطولة العم من والجزيم قدم تأرير واحد من المستغنع عنهم أسامة حسن أنت عارف أن دي أول حد مضى على قرار التأرير الفني للمدير الفني عشان يرفع الحرج على الكابتن طاري وكابتن حسن كان الكابتن محمود الخطيب وكان لسه داخل الجوز جديد يعني عايزة أقول إيه القرار ده جانب بقى القرارات التاريخية اللي بنرجع لها كل شوال الأهلي يلعب الناشئين علشان حصل تمرد غير مقبول وخرجوا يوم يتمرنوا برا النادي الأهلي بمطلعش حسين حجازي كل دي محطات تاريخية لا ده واحد من القرارات المخفية اللي الناس توقف عندها أنا مسؤول وجوز بنتي بيطرح وهو هدف الفريق إنه ما يتجددلوش فهو ده النادي الأهلي يا جماعة وبالمناسبة بالمناسبة أستاذ أبريم حجازي عليه رحمة الله اللي كانت جلسته مبارح ربنا يا رب يتولاه رحمة الله واسع رحمته وجود منذ ابنه ناشئ الأهلي وهو في مقدمة الصفوف بيتلقى العزة كان الكابتن محمود الخطيب واقف يقد عزة والكابتن حسام غالي والحياة كل الناس لأنه قد إيه الأستاذ أبريم حجازي على رحمة الله كان غالي عند الناس كلها الله يرحمه بس وجود منذ وهو ناشئ في الأهلي طوال سنواته وده ابن الأستاذ أبريم حجازي أقرب المقربين من كابتن حسن حمدو وكابتن محمود الخطيب عمق علاقة يمكن تشوفوها في المسجد في الجنازة قد إيه كابتن خطيب بكاه وقد إيه كان متأثر لأنه فعلا إبريم حجازي غالي عند الناس كلها الله يرحمه لكن ابنه وأنا بقول لكم ده أقرب المقربين ابنه لما للدرجة الأولى وما كملش تم الاستغناء عنه تعارف يا بمنتقل وضوح لأنه ده النادي له ده النظام وإحنا بنتكلم على مين أسلماندو ده كصة ليه علاقة وثيقة بيها أنا منذ كان بلعب المعادي وبعدين كنا على المستوى الأسري رحمة الله عليه أستاذ بريم حجازي وربنا تديله الصحة شامس عيد وأنا سلاسي يعني مرتبطين شوية عائليا وعائلاتنا ترتاح لبعضها فكنا باستمرار عند بعض يا هنا يا هنا فالأستاذ بريم كان عنده في الأناطر يعني مكان منتجع صغير كده في ملعب فشفت منذ بيلعب وبتاعه لقيته عنده مهارات هيلة جدا بتلعب اتطع أنه بيلعب في المعادي عاد تزن عليه طلعتها في دماغه وأنت إبراهيم ابنك يعني أنت لديك تأثير ولا مليك تأثير يا عم تعال ألعب في الأهلي كان تحت 18 يا دوبك حيطلع 18 جهل من هذه الأهلي و 18 19 و 20 هو هدف الفريق مش هدف هدف الدوري بتاع الناشئين يعني مش لعيب فالصو يعني أو متجامل يعني أو إحنا حد ده هدف وتصعد للفريق الأول وقعد مدة مع الفريق الأول في الفريق الأول كان مرعب وقتها دنيا زحمة فأنت كملت يعني مش في النادي الأهلي الحوكمة مصلحة الأهلي تبقى الرؤية الفنية اللي في إيد مين المدير الفني المدير الفني أي كان هو مين المدير الفني والأجهزة الفنية ما هي ممكن تنقشه مش معنى كده أنا كوي يجي يقدم لك وراء تقول يعتمد ولا يبقى لازمته لا تنقشه تنقشه بتعرض لوجه نظر مبرراتك مصوغاتك حييجي يقولك إيه كانوا بيجيبوا كده بلانشيتا وعليها المراكز رص المرع أنا عندي فلان وفلان وفلان طبع حوط ده في إيه طب هايل لعيب كواش جدا لو كان فيه بقى نظام العرب بتاع دلوقتي كان يمكن تغير تاريخ لعب لعب زي ماندو كان حيوعارس أنا ولا بتاعه ولا اتنين ويرجع فالزنيا وقتها كانت محكوبة بالظرف فحفظوا للأهل على هذا النظام على الحوكبة اللي موجودة كل الطرف مسؤول في اختصاصاته ومحدش له انه يدخل فيها اشتركوا في القناة